كم كلب فيه بالسويد؟ وعن جد فيه حضانات للكلاب بالسويد؟ سمعوا معي لهالقصة قبل ما جاوبكم على هالسؤال بعام 1994 شاركت بدورة للانترنت وكان الانترنت بعد ومنه متاح لعامة شعب للكمبيوتر والمحاسبة ولا إنشاء شركة خاصة أتستارتا أت إيجت فوري طولي ضمن هالدراسة كان فيه معي صبية غريبة الأطوار شوي من ناحية لباسها ونمط حياتها وتقسمنا بمجموعات وإجا فرزي مع هالصبية لإنشاء شركة تأسيس لشركة على الورق من الألف إلى اليوم سألتني شو عندك اقتراح؟ قلت لها ما عندي اقتراحات معينة قلت لها أنت شو عندك اقتراح؟ قلت لي هندوغيس يعني حضانة للكلاب استغربت الفكرة هنا ولكن قلت لها من أسس شركة للكلاب حضانة للكلاب بدأنا من نحط الخطة من البداية كانت أفكارها كتير متشجعة لها وكتير متحمسة للفكرة وأنا عم بشتغل على الورق طلع معنا دراسة كتير حلوة موجدية بعام 1994 واخدنا علامة عالية ولكن ما كان حدا مقتنع بالفكرة باستثناء أنه أنجزنا المطلوب منها قبل شوية كنت عم بقرأ خبر من ليوليو مدينة ليوليو سويدية فيها حصرا مدينة ليوليو فيها 8000 كلب الحضانات اللي بيه مدينة ليوليو للكلاب كلها ممتلئة وإذا حدا بده يحط كلب بده يسجل بده يدور لا يقدر يلاقي مكان لكلب الفكرة أنه اللي بده يطلع عنده كلب وبيطلع على الشغل بيجي الصبح بيحطه بالحضانة بيديروا بالون عليه بيطعموه بيلعبوه وبيطلعوا معه مشوارين باليوم برومينادر وبعدين بيرجعوا وبيجي صاحب الكلب بياخدوا بعض الضار هاي فكرة حضانة الكلاب في ناس كانت سابقة وقتها بالأفكار وطبعا هاي الدراسة ما فتنا بالأرقام ولكن أقل شي هيك حضانة بتطلع لأقل شي إذا فيها 40 كلب بتطلع لـ 100 ألف كرون بالشهر عدد الكلاب المسجلة بمصلحة الزراعة في السويد مليون كلب في السويد